بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان منا خلق خلق منا إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ظريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاضية فيها عين جارية فيها سر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والود والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهاناً كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحازون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساطه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناهم نجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة